عندك مشكلة اللعبة بالعض والجروة بتاعك بيعضعط في ايدك زي الفيديو ده لو انت عندك المشكلة دي كمل معي الفيديو وهقولك حل المشكلة ايه اول حاجة انت بتفرق طاقة الكلب زي ما احنا بنلعب الكلب اللي قدامنا ده بنبتدي ان احنا نمسك لعبة مخصصة ونسايب لك صورتها على الشاشة قدامك ونبتدي ان احنا نحركها قدام الكلب ونلعبه بيها عشان يفرق طاقة طبعا لازم تكون فاهم انك ممكن تستخدم بديل لللعبة دي وهي ان انت تشوف اي حاجة عندك تستخدمها للكلب بس لازم تكون عارف ان الكلب عمره ما بيعرف يفرق بين تشيرت جديد وتشيرت قديم يعني ما تروحش تلعبه بتشيرت وتقول ده قطع تشيرت الجديد بتاعي لانه بديهي بالنسبة له كله واحد نفس الفكرة في البنطلون والفاط وهكذا فانت بتختار اي حاجة ركزها تختار ايه بالزبط عشان الموضوع ما يكونش فيه مشكلة بالنسبة له طيب وبعد ما بنفرق طاقة الكلب المفروض بتعمل ايه المفروض ان انت بتدربه على امر ليفت وامر نو الامرين دول انا منزل ليهم فيديوهات على قناة اليوتيوب اسمها ظهر دلوقتي قدامك على الشاشة تقدر تدخل وتدرب كلبك من خلالهم انت كده اشتغلت على ان الكلب بتاعك يبطل يلعب بالعد طيب الموضوع بيمشي ازاي بيمشي ان انت بتفرق طاقة كلبك زي ما انت شايف كده في الفيديو قدامك لحد اما الكلب بيكون مجهد وتعبان فلما بيجي يقرر انه يمسك في ايدك او يلعب بالعد بتبتدي ان انت تقوله order leave it ولو هو لسه ها يمسك في ايدك بتبتدي انت تستخدم order no عشان الناس اللي مش عارفها الفرق وبعد ما بتقوله الorder ده بتبتدي انت تكفق زي ما انا شارح في الفيديو بتاع التدريب بتاعهم فيبتدي الكلب يستجيب ليك ويسمع كلامك وبكده انت تكون كذبان انه هو مش هيعض في ايدك لاطول فترة ممكنة لحد اما الكلب يتعود وطبعا نتيجة التدريب دي بتكون موجودة من اول دقيقة بتشتغل عليه ولو انت جربت مع كلبك ولسه في مشكلة موجودة فتقدر تكلمني على انستجرام اللي ظهر دلوقتي قدامك على الشاشة ونحجز تدريب سوا عشان اقدر اعلمك فيه كل اللي انت محتاج انك تعرفه لان مهم انك تكون عارف ان 90% من التدريب معتمد عليك انت كأونر لانك بالزبط كأنك بتربي ابنك ولو انت اول مرة بتشوفني ما تنساش تطبيعني عشان تشوف فيديوهاتي جديدة اول بول